موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة ماس انرجي فيديو النهاردة ان شاء الله مكملين فيه مع طلاب القدرات حل اهم الاسئلة الواردة في النمازج الحديث وزي ما اتفقنا في الفيديوهات اللي فاتت يا شباب كل الاسئلة الواردة افكارها بسيطة ان شاء الله مع التدريب والتكرار هتلاقي نفسك بتحلها بمنتهى السهولة نبدأ بالسؤال اول بيقولك ما قيمة عين اذا علمت ان اتنين زايد عين تقسيم اتنين بيصار اربعتاشر يعني هو بيقولك ايه هو العدد اللي لو قسمته على اتنين وبعدين زودت عن ناتج ده اتنين يديلك اربعتاشر فطبعا انت ممكن تحلها بتجربة الاختيارات وممكن تعملها كمعادلة عادية هتقول والله انا هخلص من الموجة بالاتنين دي نحط سالب اتنين هنا وسالب اتنين هنا وتصبح مسألتك دول مع السلامة خلاص يصبح عندك عين تقسيم اتنين بيصار اتناشر اللي هي يا شباب اربعتاشر نقص اتنين ايه هو العدد اللي لو قسمته على اتنين يديك اتناشر يبقى العدد طبعا هو اربعة وعشرين في طالب كان يقدر يقول لي انا ممكن حلها بتجريب الخيارات هتعمل ايه عامة هجرب يا طرق ايه هو العدد اللي لو قسمته على اتنين الناتج اللي يطلع من دول زودت على اتنين يدينا اربعتاشر هيلاقي العدد هو برضو اربعة وعشرين لان اربعة وعشرين تقسيم اتنين يسوي اتناشر اتناشر زايد اتنين يسوي اتناشر يبقى بالفعل انت حلت حل صحيح السؤال اللي بعد بقول لك ما العدد الذي يمكن كتابته على صورة 6 نون حيث نون عدد صحيح طبعا يا شباب 6 نون يعني 6 ضرب نون والشرط اللي هو حطه لك ان يكون نون عدد صحيح وبالتالي انت عاوز عدد يقبل القسمة على 6 محتاجين العدد اللي بيقبل القسمة على 6 طب هلأ يا سيدس معناه ان انا هروح اقسم كل الاعداد دي واشوف مين فيهم اللي يقبل القسمة على 6 لا طبعا لو رجعنا بالذاكرة الورا كده لاي في التأسيس قلنا لو كان العدد يقبل على 2 و 3 معا يبال عدد ده بيقبل على 6 يعني يكون يطبق عليه شروط قابلية القسمة على 2 يا شباب وقابلية القسمة على 3 طب نفتكر مع بعض كده قابلية القسمة على 2 يعني يكون العدد زوجي وقابلية القسمة على 3 يعني مجموع ارقام ويقبل على 3 طب لو بصنا الاعداد دي انا محتاج فيهم العدد مفيش عدد زوجي عندك غير 222 يبقى ازا ده بيقبل القسمة على 2 طب مجموع ارقامه 2 زادي 2 4 زادي 2 6 يبقى بيقبل القسمة على 3 كمان وبالتالي طالما قابل القسمة على 2 و 3 معا يبقى اكيد بيقبل القسمة على 6 يبقى ازا الجواب الصح بالفعل هو 222 السؤال اللي بعد بيقولك يقفز شخصان على خط الاعداد مبتدئا من الصفر فاذا كان الاول يقفز مرة كل خمسة والتاني يقفز كل مرة تلاتة كم مرة انت قيان قبل العدد ما معنا شباب الفكرة دي وردت قبل كده في 140 نموذج كتير وبنحلها باستخدام المضاعف المشترك الاصغر اللي هو ميم ميم ألف طب ايه هو ميم ميم ألف للعددين اللي عندك دول 3 و 5 يعني محتاجين نعرف اول عدد يقبل القسمة على 3 و على 5 معا وبالتالي اول عدد بالنسبة لنا هيكونه على عدد 15 لان 15 يا شباب يقبل القسمة على 3 و في نفس الوقت يقبل القسمة على 5 وتفضل بقى الضاعف ال 15 دول شوفها الضاعف بقى ال 15 كم مرة لحد لما توصل 100 طب الراحة كده يا شباب 15 زائد 15 30 زائد 15 45 زائد 15 60 زائد 15 75 زائد 15 كمان يعني 90 طبعا لو زودت كمان 15 هيددي لك 105 يبقى انت كده عددت المية وبالتالي ده كده غلط عد بقى انت ضعيفت ال 15 كم مرة كده ادي 1 2 3 4 5 6 يبقى بالفعل هلطقوا 6 مرات قبل العدد 100 السؤال اللي بعده سؤال سهل جدا نمط بسيط بيقولك اللي 2 بقت 5 وبعدين 10 وبعدين 17 وبعدين 26 فبالراحة كده يا شباب اللي 2 عندك بقت 5 يعني زادت 3 وعندك ال 5 بقت 10 يعني زادت 5 ال 10 17 يعني زادت 7 ال 17 26 يعني زادت 9 يبقى القبعدة هنا انه هو بيزود عدد فردي كل مرة وبالتالي يا شبابي بالعدد اللي جاي هيزود 11 اللي هو اول عدد فردي بعد التسعة 11 زادت 26 يعني 37 وبالتالي الجواب الصحي هنا والجواب السؤال اللي بعده بيقولك ما الفرقه بين اصغر عدد فردي مكون من 3 ارقام واكبر عدد زوجي مكون من رقمي طبعا يا شباب مبدئيا كده بالنسبة لنا اصغر عدد مكون من 3 ارقام هو المية ده بالنسبة لنا اصغر عدد مكون من 3 ارقام لكن المية ده عدد زوجي وبالتالي الراجل هنا في السؤال قال لك عايز عدد فردي يبقى أصغر عدد فردي مكون من 3 مرات بقى يكونهم 101 اللي هو أصغر عدد فردي مكون من 3 أرقام عايز بقى يطرحوا من أكبر عدد زوجي مكون من رقمين احنا عندنا أكبر عدد زوجي مكون من رقمين هو 98 لأن بعد كده هيبقى 3 أرقام وبالنسبة لنا 98 هو أكبر رقم زوجي اطرح بقى دول من بعد 101 مقص 98 يديك 3 وبالتالي الفرق بينهم هنا يكون 3 الجواب جي السؤال اللي بعده بقولك ما قيمة سين في الشكل المقاوم طبعا يا شباب عشان تجيب قيمة سين هنا هتاخد بالك من التوازي اللذيذ اللي قدامك ده بما أن في توازي يا شباب يبقى الزوجي دي 125 زائد الزوجي ده مجموعهم هم الـ 280 ده حرف يو يا شباب اللي اتكلمنا عنه في التأسيس وبالتالي كل اللي انت هتعمله عشان تجيب الزوجي دي هتقول 180 نقص 125 يدي لك 55 بنفس الطريقة يا شباب على الخطين التانيين دول الزوجي 135 زائد الزوجي دي هم الـ 280 فبسط شلنا 155 يتبقى عندك 45 طبعا احنا ليه بنعمل كده يا شباب بنعمل كده عشان ندخل جوال مسلس انت عندك مجموع قسات زوجي المسلس الداخلية 180 شلت منهم بقى 55 و45 يعني شلت منهم 100 يتبقى عندك 80 وبالتالي كل 90 هنا هتطلع 80 يبقى الجواب الصح هو الجواب دي السؤال اللي بعده بيقولك ما محيط الشكل طبعا يا شباب عشان تجيب محيط اي شكل هندسي انت عاوز تجمع اطوال اضلاعه الخارجي وبالتالي كل اللي احنا هنعمله هنشوف الاطوال الخارجية دي ونجمعها انت عندك هنا 14 يبقى هتكتب 14 زائد الطول التاني ده 10 زائد خلي بالك ان ده كمان 10 زائد القطعة دي كده عندك 4 زائد القطعة دي كده عندك 8 زائد خلي بالكوا بقى يا شباب الحتة دي 4 ودي 4 4 زائد 4 طب الحتة الصغيرة دي ايه وعتنساها انت عندك كل ده 14 شلنا منهم الحتة دي 4 والحتة دي 8 يبقى 4 زائد 8 12 يبقى الحتة دي كده باتنين اجمع بقى ياه الطالب الجميل الاطوال اللي عندك دي وخلي بالك من الجمع 14 زائد 10 24 زائد 10 34 زائد 48 زائد 48 زائد 48 50 50 زائد 54 زائد 2 56 يبقى الجواب الصح عندك هنا هو الجواب جيد السؤال اللي بعده بقولك لدى هند متجر للكعك فاذا كانت تحصل في الاسبوع على 500 ريال وكل كعكة بتبيعها بتاخد عليها 10 ريال فاذا صنعت 75 كعكة في 8 اسابيع فكامل مبلغ الذي ستأخذه طبعا يا شباب هي اول حاجة عندك هي بتعمل 500 ريال كل اسبوع يبقى عندك هنا 500 دول سبتين طب هي اشتغلت كام يا استاذ اشتغلت عندك 8 اسابيع يبقى اول حاجة هتعملها هتقول 8 اسابيع ضرب اللي بتاخده في الاسبوع الواحد في 500 يديك 4000 ريال طبعا دول يا شباب الفلوس بتاعتها السبت 4000 ريال في 8 اسابيع طب هو قالك هي بتاخد على الكيكة 10 ريال وعملت 75 واحدة يبقى ازا الفلوس اللي هتاخدها هنا 10 ضرب 75 يعني 750 ريال اضافية ضفهم بقى على الفلوس اللي هي بتاخدهم اصلا انهم 4000 يبقى الناتج هنا 4750 ازا الجواب الصح هنا هو الجواب جيد السؤال اللي بعده بقولك كارن بين 1000 على 999 و100 على 99 فأنا يا شباب مسألة زي دي هنعمل ضرب بتبادلي اللي هو المقص من تحت الفوق ولما اضرب هنا 99 ضرب 1000 يعني 99 وجنبها تلات صفار كده يعني 99000 وهنا هضرب 999 ضرب 100 الصفرين ينزلوا وعدي 999 وبالتالي لو انت لاحظت هنا الكيمة الاولى 99000 لكن الكيمة التانية 99900 ازا الجواب الصح هو الكيمة الثانية اكبر الجواب به السؤال اللي بعده بقولك اوجد مجموع 1 نقص 2 زي 3 نقص 4 الى سالب 98 زي 99 طبعا يا شباب اللي انت ملاحظوا هنا ان كل عددين متتجين مجموعهم سالب 1 يعني هو لو جمع هنا 1 نقص 2 هيديلك سالب 1 بالمثل 3 نقص 4 ايضا هيديلك سالب 1 لحد لما توصل للقيمة اللي قبل الـ 98 اللي هي 97 نقص 98 الحتة دي ايضا هتطلع بسالب 1 ده معناه شباب ان من 1 الى 98 دول 98 عدد خلي بالك بقى كل عددين فيهم مجموعهم سالب 1 ده معناه ان انا ممكن اقسم الـ 98 دي على 2 واضرب الناتج اللي يطلع في سالب 1 يديلي مجموعهم كلهم اذا 98 على 2 يديك 49 49 ضرب سالب 1 يا شباب يديك سالب 49 يبقى اذا القيمة لحد 98 دول كده على بعض هيديلك سالب 49 هتاخد بقى السالب 49 دول وتطرحهم من العدد الاخير عشان هو عايز المجموع بتاع ده كله يبقى 99 ناقص 49 اللي هو 50 وبالتالي الجواب الصح هنا هو الجواب باك طبعا يا شباب المسألة دي لها اكتر من طريقة في الحل الاسهل بالنسبة لك حل بي انا جبتلك طريقة واحدة وخلاص لو عندك طرق تانية بتوصلك للناتج بسرعة اعتمد الطريقة الابسط بالنسبة السؤال اللي بعده بيقولك ما مساحة الشكل المجاور طبعا يا شباب لو بصينا للشكل ده هنلاقي عبارة عن دايرة اللي هي نص الدايرة اللي فوق ونص الدايرة اللي تحت ومستطيل بعشان سيادتك تحل هتجيب الاول مساحة المستطيل اللي هو الطول زيد العرض ويتزود عليه مساحة الديرة يبقى أصبح هنا الإجابة عندك هتكون مساحة المستطيل يا مستر زائد مساحة الديرة طيب مساحة المستطيل طول ضرب العرض يعني 6 ضرب 2 يعني 12 زائد مساحة الديرة بقى اللي هي طه نق تربيع طبعا ممكن طالب شاطر يقول لي قسمme انا مش محتاجة كمل ليه عم مش محتاجة تكمل لان فيه إيجابة واحدة بس اولها اتناشر زائد فأكيد الاجابة الصح هي الف لكن انا هكمل المسألة يا شباب تحسبا ان يجيلك بشكل تاني او يجيلك اكتر من اجابة اولها اتناشر فاندسياتك بقى عشان تجيب مساحة الدايرة اللي هي طه نق تربيع محتاج تعرف نص قطر الدايرة بكام قطر كله عندك هنا باتنين وبالتالي نص القطر هيكون واحد يبقى مساحة الدايرة دي هيكون طه نق تربيع اللي هي واحد تربيع بواحد ضرب طه بطه يعني مساحة الدايرة كاملة هتكون طه اذا الجواب الصح بالفعل اتناشر زائد طه السؤال اللي بعده بقولك اوجة قيمة ستمية ستة وستين تقسيم تلتمية تلاتة وتلاتين ضرب ربعمية اربعة واربين على خمسمية تقسيم ربعمية اربعة واربين على خمسمية طبعا شباب لو انت بصيت داخل القوس هتلاقي ده عدد مقسوم على نفسه وبالتالي القيمة دي كده كلها بتسوح وعندك ستمية ستة وستين تقسيم تلتمية تلاتة وتلاتين دي فيها الاثنين اذا اللي جابت ننضرب واحد وسوى اثنين يعني الجواب الصح والجواب الف السؤال اللي بعده بقولك اذا كان هناك اناءان الاول اكبر حجما من الثاني اقارن بين مساحة سطح الاول ومساحة سطح التاني طبعا شباب كلمة الاول اكبر حجما من التاني مش هتساعدك في اي شيء من خلاله تقدر تحسب مساحة الاول او مساحة التاني لانك مش عارف الشكل ده عبارة عن ايه هل هو طرع متوازي مستطيلات ولا مكعب ولا استوانة ولا ايه بالزبط وبالتالي اللي جاب الصح هنا هي ان المعطيات غير كافية السؤال اللي بعده بقولك مثلس متطابق الاضلاع احد زواياه هو مركز الدايرة المجورة فاذا علمت ان طول ضلع المثلس بيساوي 6 سنتي والنقاط واو وميم ونون هم منتصفات الاضلاع فما طول ميم لون طبعا شباب نركز مع بعض كده السؤال سهل جدا انت عندك هو عايز طول ميم نون يعني عايز القطعة دي كده هتكون كام الحتة المهمة في المسألة دي ان هو قالك ان المثلس الكبير ده متطابق الاضلاع يعني معنى زلك ان دي كلها 6 يا شباب والضلع ده كله 6 وكمان اللي تحت ده كله بيساوي 6 فكلمة ميم ونون منتصفات الضلعين دي يا شباب معناها ان القطعة دي بتساوي القطعة دي وبالتالي دي كده هتكون 3 ودي ايضا 3 وطالما المثلس الكبير الزوى دي 60 ودي 60 لانه متطابق الاضلاع يبقى دي كمان 60 ودي 60 بالتوازي فلو دي 3 ودي 3 يبقى دي 3 هي كمان لان المثلس الصغير هيكون متطابق الاضلاع ايضا اذا الجواب الصح والجواب جيم السؤال اللي بعد بقولك اذا كان الف مقص باق يساوي 5 وباق مقص جيم بيساوي 3 وجيم زائد دال بيساوي 1 او جد قيمة الف زائد طبعا شباب ممكن طالب هنا يقول لي طبعا احلاها بتجريب الخيارات يعني هفرة قيم مثلا لألف وباق وجيم ودال ولكن الصراحة انا مش هحب الطريقة بتاعة فرض القيم ابدا في سؤال زائد ومال ايه اللي احنا ملاحظينه يا شباب هو عايز قيمة ألف زائد دال فلو احنا ملاحظين لو عملنا عملية جمع كده القيمة الاولى عندك فيها ناقص باق والتانية فيها مجباق ده معنا ان احنا لو جمعنا دول مع بعض السالب باق دي هتروح مع المجباق نفس الكلام في الجيم يا شباب انت عندك هنا سالب جيم وهنا مجب جيم يبقى لو جمعنا ايضا دول مع بعض الجيم دي هتروح مع السالب جيم يعني ايه الكلام يعني انا هجمع يا شباب القيمة الاولى زائد التانية زائد التانية واشوف ايه اللي هيحصل فهقول ايه القيمة الاولى عندك ألف ناقص باق ادي ألف ناقص باق والقيمة التانية عندك باق زائد ناقص جيم والقيمة الثالثة جيم زائد دال يعني زائد جيم زائد دال كل ده بيساوي اجمع بقى الطرف الايسر اللي هو خمسة زائد ثلاثة تمانية زائد واحد تسعة يلا بقى يقول طالب الجميل اللي انت ملاحظوا معايا هنا انا ملاحظة مستر ان دي سالب بقى ودي مجب بقى يبقى يوحشونا خلاص وسالب جيم ومجب جيم ايضا مع السلامة فاصبح هنا عندك الف زائد دال بيساوي تسعة طب ما هو ده المطلوب وبيقولك اوجد قيمة الف زائد دال يبقى اذا الجواب الصح هنا هو تسعة السؤال اللي بعده بيقولك اوجد قيمة واحد زائد ثلاثة زائد خمسة زائد نقط 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 لحد تلاتة وتلاتين والنحية التانية ناقص اتنين اربعة ستة تمانية لحد اتنين وتلاتين طبعا يا شباب دي كلها اعداد فردية ودي كلها اعداد زوجية نفس فكرة المسألة اللي حلناها من شوية طبعا السالب ده المفروض يدخل على القوز ده كله يخلي لك العدد دي كلها سالبة فيوصبع عندك هنا سالب اتنين سالب اربعة سالب ستة سالب نقط نقط لحد سالب اتنين وتلاتين ونفس الكلام اللي خدناه يا شباب اول عدد هنا مع اول عدد هنا هيدي لك سالب واحد يعني واحد نقص اتنين عندك سالب واحد وتلاتة نقص اربعة ايضا عندك سالب واحد وخمسة نقص ستة سالب واحد وهكذا لحد لما توصل هنا اخر عدد فردي موجود اللي هو واحد وتلاتين وطبعاً الثلاثة وتلاتين ده يفيش عدد بعده هنا فمش هناخده واحد وتلاتين هيكون ناقص اللي اتنين وتلاتين اللي هنا ايضاً هيدي لك سالب واحد يعني التكرار هنا يا شباب هيكون اتنين وتلاتين مرة كل اتنين منهم بيدو لك سالب واحد ده معنى ان هما هيكونوا اتنين وتلاتين تقسيم اتنين يعني ستاشر تكرار كل تكرار يا شباب قلنا بسالب واحد يعني دول كده هيكونوا سالب ستاشر هنجمع بقى عليهم العدد اللي ناقص اللي انت مخدتوش خالص قبل كده اللي هو 33 هيكون عندك 33 ناقص 16 يعني 17 وبالتالي الجواب الصح هو الجواب جيد طبعا الشباب واحدة يقول انت ليه اصلا مخدتش 33 لو كان فيه هنا 34 كنت خدت العدد 33 معايا لان 33 هيكون ناقص اللي بعده اللي هو 34 لكن بما ان ده مش موجود يبقى 33 ما ينفعش تاخدها اسأل اللي بعده بقولك صديقان ذهبا الى المكتبة لشراء اقلام فاشترى الاول 60 قلم ثم باع القلم بنص ريال خلي بالك واشترى التاني 100 قلم ثم باع القلم بربع ريال قرم بين مبيعات الاول ومبيعات التالي خلي بالك كده الاولاني ده اشترى 60 قلم باع القلم بنص ريال يبقى كده هو باع بتلاتين ريال التاني يا شباب اشترى 100 قلم باع القلم بربع ريال يعني مية تقسيم أربعة وبالتالي هيكون كده باع بخمسة وعشرين ريال يبقى لولان يباع بثلاثين الثاني بخمسة وعشرين يبقى أكيد القيمة الأولى أكبر الجواب ألف السؤال اللي بعده بيقولك لدى رجل مبلغ من المال وقام بتوزيعه على أسرته فأعطى زوجته الربع يبقى هنا الزوجة أول حاجة خدته الربع وأعطى لابنته السوتس آدي البنت خدت السوتس وأعطى الولد الربع الولد كمان ربع تبقى معه أربع تلاف ريال ده الباقي يا شباب فكم كان معه يبقى أنا لأول أشوف اللي وزعه ده كام هو وزع هنا ربع وربع يعني نص زائد سوتس هو هتقول لي واحد زائد واحد اتنين واثنين زائد ستة تمانية ده كارسة يا شباب احنا قلنا لازم نوحد المقام هنضرب هنا وهنا في تلاتة فيكون واحد في تلاتة في تلاتة زائد واحد اربعة وستة تنزل زي ما هي أصبحت اربعة على ستة احطى بقى في أبسط صورة يعني اتنين على تلاتة ده تم توزيعه يا شباب ده تم توزيع يبقى المتبقي معه هيكون واحد على تلاتة يعني المتبقي هيكون التلت طب هو قال لك الباقي دول أربعة تلاف ريال يعني التلت ده قيمته بأربعة تلاف ريال يبقى إزا المبلغ بالكامل بقى هيكون تلات أتلات ما هو الواحد الصحيح تلات أتلات يعني اللي أربعة تلاف دول تلات مرات ثلاثة دربة أربعة تلاف يعني اتناشر ألف وبالتالي الجواب الصحي هنا هو الجواب جي السؤال اللي بعده بقولك محل مثلجات أرادة تصميم لوحة إعلانية تحمل شكل المثلجات فإذا احتوى الشكل على مثلس متطابق الأضلاع محيطه 24 ونص دايرة فأوجد مساحة الشكل ناخد بالنا بقى يا شباب من السؤال ده المعلومة اللي عندي إنه هو قالك إن المثلس ده متطابق الأضلاع اللي هو على شكل مسلس ده كده متطابق الأضلاع كل ضلع من أضلاعه هيكون تمانية لأنه محيطه 24 وبالتالي الحتة دي تمانية ودي تمانية ودي تمانية طيب أساس ده معنى إنه قطرة دايرة تمانية ولما أجي أجيب المساحة أجيب مساحة المثلس زائد مساحة نص دايرة طيب أجيب مساحة نص دايرة إزاي عم طاها مقتر بيعتقسيم اتنين طا اللي هي هتنزل زي ما هي ضرب نق تربيع يا شباب إحنا قولنا الكتر كله تمانية يبقى نص الكتر ده هيكون أربعة تربيعه بقى يبقى ستاشر دي مساحة الدارة بالكامل يا شباب أقسيم اتنين لأننا عايزين نص دايرة زائد المشكلة بقى في مساحة المثلس مساحة المثلس نص القاعدة في الارتفاع يبقى هتقول نص ضرب القاعدة تمانية ضرب ارتفاع المثلس كام بقى هي دي المشكلة عندنا في المسألة إنه هو عايز الحتة دي طب هتجيبها ازاي اللي ارتفاع ده قائم يا شباب يبقى عمك الحج في سغورس دا عندك هنا تضلع دا أربعة وده كده الوطر اللي هو تمانية يبقى هتقول بقى مربع الوطر اللي هو تمانية تربيع ناقص مربع الاربعة تمانية تربيع عن اربعة وستين ناقص اربعة تربيع عن ستاشر الفر بينهم تمانية واربعين خد جزر التمانية واربعين اللي هي معروفة يا شباب ستاشر ضرب تلاتة يعني اربعة جزر تلاتة. ده طبعا تطبيق نظريك في سغورس اللي عنده مشكلة في الحتة اللي انا كتب ده دي يا شباب يرجع لأسيات الهندسة الفيديو اللي عندك موجودة على القناة في تأسيس قدرات. يبقى اصبح اللي ارتفاع كده باربعة جزر تلاتة. كده بقى المسألة انتهت خلاص. نص التمانية اربعة. اربعة درب اربعة يبقى ستاشر جزر تلاتة. هده مساحة المسلس زائد ستاشر تقسيم اتنين تمانية طاق. وبالتالي الجواب الصح هنا هو الجواب جيد. طبعا المسألة فيها شغل شوية. لكن مع التكرار حلها مرة واثنين هتثبت ان شاء الله في مخك وهتحلها بسهولة. السؤال اللي بعده بيقولك اوجد قيمة الف زائد باق زائد جيم زائد داق. طبعا يا شباب عشان نجيب الاربع زوايا دول اول حاجة تعملها انت عندك المسلس اللي تحت ده هو مفتاح الحال. زاوية واحدة تلاتين واحدة ربعين لما تجمحهم يديك سبعين. من مية وتمانين اذا ازاي دي مية وعشر. ده طبعا لان مجموع قياسات زاوية المسلس الداخلية معروفة ان هي مية وتمانين شلنا منهم سبعين يتبقى مية وعشر. المية وعشرة دي بقى لو انت لحظت خرجة عن المسلس ده وايضا خرجة عن المسلس ده. واحنا عارفين ان الزاوية الخارجة بتساو مجموع قياس الزاويتان البعيدتان. يعني معنى ذلك يا استاذ انه الف زايت بقى بمية وعشرين. بالفعل مش بس كده جيم زايت ده لهم كمان بمية وعشرين. يبقى القيم دي كلها مية وعشرة زايت مية وعشرة. يعني المجموع بتاعك هيكون متين وعشرين. الجواب ده. السؤال اللي بعده بقولك اوجد قيمة ما يأتي. تمانية قس خمسة على تلاتة. طبعا يا شباب المسألة دي انت ممكن تحلها بالصيغة الجزرية. وممكن تقول لي طب والله اصلا هاعمل التمانية دي اتنين قس تلاتة. ضرب القس اللي عندي اصلا في المسألة اللي هو خمسة على تلاتة. طب وبعدين يا طالب الجميل انت عندك ده مقام واحد فده ممكن مع السلامة مع ده. تصبح مسألتنا اتنين قس خمسة. يعني اتنين وتلاتين. وبالتالي الجواب الصح هنا هو الجواب. السؤال اللي بعده سؤال سهل جدا بيقولك ما ناتج اربعة ستين نقس ستاشر تقسيم اتنين ضرب اربعة. طبعا الشباب ده ترتيب العمليات. وزي ما قولنا كتير ان ترتيب العمليات الحسابية اول حاجة عندك الاقواس وبعدين تضرب والقسمة طبعا اقواس وقسس. ضرب وقسمة واخيرا جمع وطرح. يبا ازا اول حاجة هتعملها هنا الاقواس. اتنين ضرب اربعة تمانية. تصبح مسألتنا اربعة ستين نقس ستاشر تقسيم تمانية. بعد كده اوعي تقول لي هطرح. المفروض تقسيم الاول. ستاشر تقسيم تمانية اتنين. اصبحت مسألتنا اربعة ستين نقس اتنين. يعني اتنين وستين. اذا جواب الصح والجواب جيد. وبكده يا شباب لكم نوصلنا لنهاية فيديو المهاردة. اتمنى تكونوا استفدتم منه. ما تنساش بقى تعملنا لايك واشتراك القناة. واستنان ان شاء الله احنا مكملين مع بعض حل اهم الاسئلة الواردة في النماذج الحديث.